هذا ويعترف المدرب الفرنسي أرسيل فينجر بأنه رفض عرضاً لتدريب ريال مدريد الإسباني خلال إشرافه على تدريب أرسنال الإنجليزية وضف فينجر في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية بأنه كان يميل دائماً للذهب لمدريد لكنها كانت لحظة حساسة جداً لأرسنال ولم يكن بالإمكان خيانته الفريق أنذاك يشار إلى أن فينجر ترك تدريب أرسنال بعد 22 عاماً من العطاء ولما يستقر بعد على وجهته المقبلة